بعد انتهاء المباحثات تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه سيادة الرئيس على أهمية العمل على تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين وتطلع مصر لإحداث طفرة تنموية على غرار تجربة كوريا الجنوبي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس والصديق العزيز منجيئن رئيس جمهورية كوريا الصديقة إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة طيفاً عزيزاً على مصر وشعبها متمنية لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في إطار حرشنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي قمت بها إلى العاصمة الكورية سول عام 2016 أود بداية الإعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق الإعلاقات المصرية الكورية والتي شهدت طوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات دولتين ويصب في مصلحة شعبهما لقد توفقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية وليت الحوار بين وزارتي المالية واللجنة التجارية المشتركة وذلك لأهميتها جميعاً في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات كما أعربت عن تطلعنا إلى جذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر مع استعدادنا لتخديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنمية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ما يأتي اتصالاً بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار والمؤشرات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي لمصر وقد اتفقنا كذلك على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وكذا تكسيف التنسيق في هذا السياق سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الزكاء الصناعي في الحكومة خاصة مع قرب مواد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية النجاح السيدات والسادة لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في إفريقيا بصفة خاصة في مجال البنية التحتية مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي كما تبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقد توفقنا على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة بما يأكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن وبما يماهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وكوريا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين ويولد مزيدا من قوة الدفع للشراكة التعاونية الشاملة وللصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبين وبلدين شكرا فضل فخامة الرئيس